وفي اسكندرية ما كانش فيه اختلاف كتير عن المرة الاولى لكن الاسكندرانية واضح انهما تعودوا على السباحة في الكبار والشوارع لغرئة اجهزة المحافظة حركت بشكل اسرع وعلنت التوارئ لرفع المياه من الشوارع ووقفت حالات القطارات من مطروح واسكندرية ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف نبيل ابو شيل مدير مكتب المصر اليوم بالاسكندرية مسألة خير استاذ نبيل مسألة خير سؤال لحضرتك النهاردة المحافظة اسكندرية قدرت تواجه الامطار خصوصا بعد معاونة الاهالي ليهم هي الحقيقة قدرت بس قدرت برضو بمعاونة الجيش اكتر لو لا تدخل الجيش لمعادة شرائين المحورية المرورية الرئيسية في اسكندرية للحقيقة والوناطق اللي بتعامل معاها الصرف الصحي للأسف حتى الآن لازلت الاعمال جارية للتغلب على غرض مساكن الاهالي لكنها ما كانتش زي المرة الاولى لم تكن مثل المرة الاولى في الغرق واستمرت حوالي 4 ساعات تم التغلب على حوالي 60-70% من المياه المترقمة الا ان عدد ساعات الهطول الامطار استمرت ساعات طويلة عكس المرة الماضية كانت مجرد ساعتين فقط بشكرك استاذ نبيل ابو شيل مدير مكتب المصر اليوم بالاسكندرية